علماء يكتشفون آلية تأثير البدانة على أعضاء الجسم الحيوية وأثبتت دراسة بأن الشحوم المتراكمة على الكبد هي الأخطر على البدنة التفاصيل في سيقات تقرير الثالي مع المحتص بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميل عبير عبدالله ترتبط البدانة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسرطان كما هو معروف لكن هناك علماء من ألمانيا يكتشف آلية حصول ذلك إذ أن كمية الدهون تؤدي دورا مهمة في حصول مضاعفات البدانة الخطيرة لكن خطورة هذه الدهون تختلف من مكان إلى آخر في جسم الإنسان وبعد دراسات سابقة أكدت خطورة الشحوم المتراكمة في البطن فقد توصل العلماء من خلال دراستين علميتين جديدتين أجراها باحثون من المركز الألماني لأبحاث السكر إلى أن الدهون المتراكمة في الكبد هي الأخطر على صحة الإنسان البدين وتكشف الدراستان أن الدهون المتراكمة في الكبد تضر بالأعضاء الحيوية الأخرى وخصوصا البنكرياس والكليتين والقلب والأوعية الدموية وربما أن هذا الضرر المباشر على البنكرياس هو الذي يعرض الشخص البدين إلى الإصابة بداء السكري وأثبتت أيضا من خلال الدراستين أن خلايا الكبد المتشحمة تفرز مستويات عالية من البروتينات والأنزيمات والسكريات الضارة في الدم لتصل إلى أعضاء الجسم الحيوية الأخرى ترجمة نانسي قنقر